مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي هلنا ان شاء الله نتكلموا على فوائد الشعير في تربية الأرانب أول حاجة ننضروا على النوع ديال الشعير اللي كي تعطى ومناسب للأرانب وهو الشعير كي يقولولو البيزانة الشعير البيزانة هو حسب المناطق ديال المغرب في المنطقة الشرقية احنا كي نقولو البيزانة كي اللي كي يقولو عندو رويزة كي اللي كي يقولو البيزانة المهم الشعير وهو هذا ما كيكون شي ديك اللي كيكون عندو بحال الزغبة طويلة هلا يكون هاكا داير هاكا كي يصلح الدجاج وكيصلح تالالانب اذا هنضروا على الثامن دياله الثامن دياله إلا بويتشيره بالكيلو كيدير 70 ريال الكيلو يعني 3 درامونس الكيلو ولكي نبويتشيره بالجملة راكيتاح شوي رخيص كيتاح بدك جوج درامونس يعني درام في الكيلو راهم زيانة اه نهضروا دباع للفوائد دياله الفوائد دياله وهي أول حاجة أنه أنتما لاحظوا معايير أني أعطيتهم قبيلة هاد الشعير لاحظوا أنه كي يعجبهم بزاف أنتما فورا كي يكلوه بوحد الشراء إذا نهضروا على الفوائد دياله الفوائد دياله وهي أول حاجة وهو الحفاظ على صحة الأمعاء يعني الناس دي كي عندهم الأرانيب ديالهم كي يعانيوا من الطيرابات هادمية ولا ذوك الكوليستري ديال يعني اللا دياري الشعير كي كتطيعوا لهم كي يقدلهم الأمعاء ديالهم حيث أن الشعير هو غني بالألياف الغدائية عليها كي يساهم في الحفاظ على الحركة منتظمة للأمعاء وتاء الإفرازات ديالهم يعني الفضلات ديالهم عزكم الله كيتخلش بوحد شكل منظم منتظم وكي يحافظ على نظافة المعيدة كذلك كين قضية أخرى وهو أن الشعير كي يساهم بالأرانيب بالشعور بالشابع يعني الناس اللي عندهم الأرانيب ديالهم كي عندهم شجار ما بالأرانيب ولا عندهم الأرانيب يعني شريصة ولا عندهم الأرانيب يعني الأمهات كتاكل الصغار ديالهم إن هذا موضوع مهم جزء أعطيهم الشعير الشعير أش كي يدير لهم؟ كي يخليهم كي يحسوا بالشابع يعني مني كي يحسوا هما برأسهم شبعانين كي يوليهم هدنين ما كيبقوش يكشوجروا بعضياتهم ما كيبقوش ياكلوا بعضياتهم ما كيبقوش الأم كتكون ديما شبعانة إن الأم إذا نشتها جاعت ورقت الصغر ديالها قدامها أنا بطبيعك حال غادي تدير فيهم شي فضيح إذن كما أن الشعير كي يحمي المرارة من الحصى يعني هو الشعير راكي نطابق حتى على الإنسان الناس اللي كيخافوا عن المرارة ديالهم من الحصى يعني ذيك الحجيرات اللي كي تجمعوا في المرارة يأكلوا الخبز ديال الشعير يأكلوا الشعير يشيروا الشعير ويعجنوه ويأكلوه كخصر جيد 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 للمرارة كين أخيراً يعني النقطة المهمة في هذا الموضوع وهو الخصوبة الناس اللي عندهم الأرانب ديالهم يعني النسوات ولا الدكور يعني مبقاش عندهم واحد نسبة ديال الخصوبة عالية كنوا متأكدين أن الشعير راه مهم ومهم بزاق wtedy القضية لاني كيكت تطقيهم الشعير كتحسو بيهم أنهم ولو كيتجاوبوا معاكم القضية ديال التلقيه التلقيه يعني التزاوج كيبقوا يتزاوجوه كيبقوا يولدوه كيبقوا يعني نسبة للخصوبة ديالهم كترتفع كييوللي النتوى قبل انها تلقح مره 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 ملنكة تولد وكيقولي الذكر كذلك يعني عنده واحد الخصوبة عالية يعني قادر انه يلقح نتوى وجوجه ثلاثة في نفس الوقت يعني كتحيي نتوى اللولة كيلقحها كيتزاوج معها نتوى الثانية نتوى الثالثة كل شيء يادشي بفضل هاد النبتة اللي عاطينا سيدير بي هاد الحبوب ديال الشعير اذا نعقلوا على هاد الشعير راما في حقيقة راه رخيص في الثمن بالنسبة للسيكاليم راه رخيص في الثمن الخنشة دياله راه قطح برخيصة كتبولي قطح بك مية وعشرة دراهم يعني فيها كمية كبيرة الكيلو كتح بقل من جوج دراهم ونصرها مزيان عميل اشيطوا بالضيطاي هكا يعني بالكيلويات كتحشي شوية اغلب اذا ندي فوائد يا الشعير بالنسبة لتربية الآن الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا شاركو معنا وما تنسوناش بجير جام باش نزيدوك تكيولا ديك ديك الايقونة لتحت ديال زير جام باش نزيد تشجعوني باش قناع تاكم مثل هالفيديويات الناس اللي ما شاركوش معنا شاركو معنا تكيولا زير الجرس وتكيولا زير جام تكيولا زير الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة